السلام عليكم أصدقائي صديقاتي أنا قارمة في سنة 5 بتدقي آه والله فاكرين يا أصدقائي فيديو الغزالة ريئة رغم إن هو تكلم عن الغزالة بس وقال إن هي ريئة وما قالش هي ريئة ليه ولا بتعيش فين ولا بتاكل ايه ومع ذلك عمل ملايين المشاهدات أنا بقى الفيديو بتاعي ده حيزلزل كوكب الأرض كله ليه لإن أنا حتكلم عن كل الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية في مصر في قناتي National Geographic أبي يوسف وخلي بالكم أنا لفت جوجل كله على رجلي عشان أجيب لكم صور وذكرت وحفظت وخلصت باقة النت بتاعت ماما عشان أنا مش بستخسر في القناة بتاعتي وبصرف ولو ماما عرفت إني خلصت الباقة بتاعتها حتعلقني النهاردة في قناتي حنستضيف نسمة من نسمات الصيف جاي من عصر مصر القديمة أحلى ضيف الاسم كيمو حطب والوصفة ولد لطيف أهلا بك يا كيمو حطب في قناتي National Geographic أبي يوسف أهلا يا كارما ومبروك على القناة أنا استضفتك النهاردة يا كيمو حطب في قناة بتاعتي عشان تتكلم معنا عن النباتات الطبيعية والمصريين القدماء كانوا بيستخدموها في إيه استخدم المصريين القدماء النباتات الطبيعية في صناعة الأدوية والهطور والورق ومستحضرات التجميل وفي حاجة اسمها التنوع البيولجي دي معناها تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض فيه في مصر 2300 نوع من النباتات الطبيعية وكلمة نباتات طبيعية هي النباتات اللي بتنمو تلقائيا دون تدخل الإنسان ومصري كمان فيها حيوانات وتيور برية وأسماء كتيرة المصريين القدماء استخدموا النباتات الطبيعية في الطب والعلاج وكمان كتبوا الوصفات الطبية دي على البرديات زي بردية هيرست ودي فيها 260 وصفة طبية وبردية إبريس ودي فيها 877 وصفة طبية والبرديتين دول بيرجعوا العصر الملك أمن حطب الأول أحد ملوك الدولة الحديثة ومن النباتات الطبيعية اللي استخدمها المصر القديم اللوز والزيتون والخروع واليسمين والشعير شكرا شكرا يا كيمو حطب شكرا شكرا شكرا